اول شي بونسوار يمكن هيدا من المرات الكتير كتير كتير قليلة يلي انا يلي بتتهمني غنوة اني بعرف احكي والساني حلو يمكن المرات القليلة اللي عن جد ما عندي شي يقوله ولا بعرف شو لازم احكي ولا بعرف كيف لازم بلش في قول او في حدا مرة اي الشغلة انا كتير بحبه ويمكن هي كتير كتير بتشبه الوضع اللي هلأ نحن فيه نجا من مات ومات من نجا نحن بوضع اليوم مع الاشياء اللي عم بتصير حولنا بالعالم والاشياء تحديدا اللي عم بتصير بفلسطين واللي هلأ رح نحكي عنا بالحلقة عن جد نحن بمرحلة اللي عم بيموت عم ينجى واللي عن جد عم بيموت هو اللي بعده عايش واللي بعده عم يتنفس فوق الارض لانه الوجع اللي عم نحسه كل لحظة وكل يوم ان كان بفلسطين او وين ما كان بالعالم كتير كبير اول شي بمصوار حياتي اول شي بمصوار هيسم فعلا نحن لما جينا بدنا نسجل هيدا الحلقة انا وهيسم فكرنا كتير فكرنا انه اذا ما طلعنا حلقة يعني كرميل اكيد اللي صار بغزة وكرميل التفجير الكبير اللي صار مبارح بالمستشفى كنا طلعنا بلا حلقة انما حسينا انا وهيسم انه عابلنا نحكي اول شي مع بعض وعابلنا يعني نطلع نحكي اللي بقلبنا لانه ما بعتقد انه انا وهيسم معنا محل غير هيدا البودكاست نعبر عن اللي عم نحسه حتى لو اللي عم نحسه ما عم بيوصل لمحل او ما حدا يعني عم بيحس بوجع كل شخص مننا فقررنا نطلع بهيد الحلقة اكيد عزقنا الكبير يعني لكل يلي استشهدوا بغزة ويلي لهلأ يمكن نحن وعم نسجل الحلقة بعضهم عم بينقصفوا وعم بيموتوا صعبة صعبة هيدا الحلقة كتير هايسم عن جد يا خوفي مين لمين عم نعمل هيدا الحلقة لمين يسمعه الشعب العربي ولا مين ولا كيف ولا ليش على سيرة على سيرة انك بتحس انه نحن هلبلس او مش عم نقدر نعمل شي ريت تويت عن جد بعبر على الادع اللي عم نحسه قارن الشعور اللي عم نحسه اللي هو انه عم نحس انه ما عم نقدر نعمل شي بشخص واقف على راس الجبل وعم بيصرخ من كل قلبه بس هذا صوته هو اللي عم بيرجع له لانه ما في حدا تاني على رأس هيدا الجبل عم بيسمعه غير نفسه فعن جد حاسين حالنا على راس جبل وكلنا عم نصرخ بس يا هلتورة في حدا عم بيسمع ما بعرف لهك عم قلك انه يمكن هاي الحلقة اللي عم تنعمل كمان للأسف يعني كتير كتير تعازينة لكل الناس اللي عم تخسر شهدها بفلسطين والرحمة لروح ما بعرف عد عن جد الناس اللي راحت بغزة وبفلسطين واللي بعد عم بتروح ومتما قلت يمكن نحن وعم نسجل هلأ بعد فيه اعداد عم بتروح وللأسف بنظر العالم اسمهم اعداد ما اسمهم الناس ولا اسمهم بشر ولا اسمهم كائنات حي حتى معتبرينهم عدد مجرد عدد بيحضروا على الأخبار فهيدي الحلقة يمكن بس للناس يلي مثلنا يلي عن جد مثل ما قالت غنوة بأول الحلقة يمكن كنا مقررين نسكت ومن طلع حلقات من أول شيء بمصوار مع كل شيء عم بيصير احتراما للشيء اللي عم بيصير بس بعض يلي صار مبارح وتحديدا عم بيحكي عن مجزرة المعمدانة القصف من الكيان الصهيوني او المجزرة اللي عملوها يعني اجرام اسرائيل يلي صار يلي هو قصف مستشفى مستشفى ملياني ولاد اذا مش كلها ولاد وشي كتير بيزعل عن جد انه اول خبر قريته بعتقد انتشر وينما كان يلي هو انه ما في جرحة بالمستشفى كلهم شو هدا مستشفى يعني يمكن بعتقد بهاللحظة حسينا انا وغنوها انه لا بلا منعمل حلهم بلا منحكي عن الموضوع مش بس منسكت ومندعم ومنحط ستوريز ومنقول انه قلبنا معكم ومنبعث مساعدات لا يمكن لازم حدا يقول حتى لو منبر كتير صغير مطرح كتير صغير هالبودكاست بس على القليلة اللي عم يسمعه عن جد منعرف انه انتو كتير كتار مثلنا حسين حالكم ايديكم مربطين مش قادرين تعملوا شيء من مال وعن جد لكل فلسطيني عم يسمعنا اليوم انت بطل بكلمة للكلمة من معنى نحن عم نحضر بس فيديوهات وحاسين حالنا مخنوقين وحاسين حالنا تحت الردم فانتو يلي عم بيصير الموضوع حتكون ضغرة ويلي انتو عم بتعيشوا هيدا المحنة عن جد قلبنا معكم والله ينصركن يا رب بتعرف هيسم يمكن كمان اطلعنا بهيدا الحلقة او لاتسي انا حبيت اطلع بهيدا الحلقة لانه اريد بوست عنيلي كتير رح ارى لك يه وتشعر ان فرحك خيانة وان رحتك خيانة وصقف بيتك خيانة وتخجل ان تفرح حتى لا تخون حزنهم فتكاد من فرط عجزك تعتذر لهم على بقائك على قيد الحياة بعتقد انه بلشت بسبعة اكتوبر نحنا هلأ صرنا بثمنتعش بوقت تسجيل هيدا الحلقة اذا بقلك صر لي عشر تيام او 11 يوم انا فعلا 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 ما بقوم عن التلفزيون او ما بشي للتلفون من بين ايدي يعني اكتر مش ورح توله هو عند اهلي لشوف اهلاتي وولد اخواتي اكتر من هيك ما عم بقدر مش انه بدي اظهر وعم بستحي اظهر لانه ما عم بالي اظهر ما عم فيه يعني ما عم فيه افصل عن الشي اللي عم بيصير وما فيه كف حياتي بنفس الوقت وحس كأنه ايه بدي تكف الحياة لا الحياة يجب ان تتوقف لنشوف اللي عم بيصير وإلا شو 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 نفع الحياة يعني وردي مية بالمية حكيك محله ومطرحه وبعتقد كلنا نفس الشي عم يعني عايشين هيدا اللي عم بتعايشيه وردي ابو ظاهر كتبت وبوجه لتحية كتبت انه خليكن ابعاد عن الفيديوهات الاطفال وبليز بعد ولادكن واطفالكن عن مشاهد الدمار وما تخلوهم يحضروا كرمال نفسيتهم كتير بفهم هيدا الشي وكتير جربت عن جد جربت اعمله يعني انا اذا بديك نتبع شو بيقول علم النفس او شو بيقول شو مفروض نعمل كرمال صحاتنا النفسية ايه مالا لازم نترك التليفون ما نحضر اخبار عن جد نحضر سيريز او نحضر شي كوميدي لحتى نبعد بس ما فيكي ما فينا يعني انا والله جربت مبارح تحديدا بعد كل شي صار قلت خلاص بدي حط فيلم احضر واي فيلم بس بدي ابعد ما حضرت ولا مشهد من الفيلم انه برجع بقلك يمكن هلقد نحن تافين وسخيفين للأسف انه ما فينا نعمل الا انه نحضر وانه انه ننشر يعني مش طالع بايدنا اكتر من هيك للأسف انا بس بدي اقول شغلي بكل الاحداث اللي قطعت اكيد قطعت كتير اشي من سبعة لليوم ويمكن كان برجع بقول هاكي الانفجار الكبير هو اللي صار مبارح تحديدا او اللي هو بسبت عشر شهر اللي هو مستشفى المعمداني بس كمان صار من فترة بيوم تلتعش صار فيه قصف كمان عدواني على جنوب لبنان وهيدا القصف البشع فيه او المجزرة الكبيرة اللي صارت اكبر بكتير من الحرب هي انه صار قصف مباشر على فريق صحافة وعلى ناس عم تقدم مهنتها اللي هي الصحافة فبس بدي اقول الله يرحم شهيد الصحافة الزميل عصام عبد الله وبندعي بالشفاء الكتير عاجل للزملاء التانيين كمان يلي من بينهم كريستينا عاصي وكارمن جو خدار وكمان مصور الي زخيا وكذا حدا يلي صار بثلتعش الشهر نرجع هلأ نحكي عن المجازر التاني بس اللي صار بثلتعش الشهر بشع لانه يعني مع كل بشاعته فضاعة الحرب ومع كل بشاعت انه فيه ناس ابريا عم بتروح وهي كلها ابريا عم بتروح وكله اطفال عم بيروحوا الأبشع بعد انه صار استهداف للصحافة اللبنانية او للصحافة العربية بشكل عام وهيدا شي كتير بيوجع بعض اكتر من الحرب لانه حتى الصورة عم بيشوهوها وحتى الكلمة الحرة عم يمنعوها وحتى الناس يلي بس عم بتقدم مهنتها انه تفرجي شو عم بيصير بكل موضوعية عم بيجربوا يقتلوها ويسكتوها فعن جاد الرحمة لروح عصام الشهيد وقالله يخلص يعني الله يشفي الزملاء التانيين بخير وسلامة بشكل سريع بس هيدا البشاعة اللي بدي احكي فيها معك هي عن العالم كيف عم بيشوف هيدا المجدرة اللي عم بتصير بفلسطين وقدي نحنا اليوم صرنا لعب وضمى لناس قادرة انه بلحظة تكبس كبسة ما تخليك تشوف اللي بداياه واتخليك تشوف اللي بداياه بناس قادرة بكبسة تضحك عليك بالحقيقة في عالم بكل الكرة الارضية مش فهمنين شو عم بيصير بفلسطين ولا عارفين أصلا شو عم بيصير بفلسطين وفي عالم مفكرين فلسطين هي الجانة ومفكرين انه اسرائيل الضحية بغض النظر نحنا اليوم بالحلقة مش لحتى نقول مين الخير ومين الشر مش بهذا المطرح نحنا بس عم نقول انه في بشر عم بيموت وفيه كائنات حية يا خي مش بشر فيه كائنات حية عم بتموت فيه فيه انسان عم بيموت وانسانية عم بتموت والعالم ما عم يعرف العالم مش تداري بهذا الموضوع وفيه حال عرف عم تصلوا الحقيقة مثل ما بدن هايدي الناس الكبيرة اللي عم بتحكم فهلقد نحنا صرنا بعالم ما بقى كذبة يعني عن جد بس يقولوا انه نحنا عايشين بكذبة نحنا اليوم عايشين بكذبة لانه بس بدنا منعرف اللي بدن ياه وما منعرف اللي بدن ياه بيسكتوا أو بيستروا وقت اللي بدن وبحرفوا الحقيقة وقت اللي بدن وتماما هيدا اللي صار مبارح لما جربوا يقولوا انه الصاروخ اللي نزل على المستشفى هو من قلب فلسطين او من الجهاد الاسلامي مش من اسرائيل يا جماعة بغض النظر من مين انا اخر انا متصراحة شخصية متل اجري ما بيهمني من مين بس فيه 800 وما بعرف قده شهيد بريق ما خصه مدني طفل اطفال ما بعرف هيسم بعتقد عن جاد عن جاد ما يعني طالعين بهذه الحلقة وما بعرف لمين بدنا نوصل صوتنا ولمين بدنا نحكي يعني اذا يعني اذا جريمة متل جريمة المستشفى ما هزت حدا ما بعرف شو ما اقولي هز هيدا الدول صارت في جير بيروت وما حدا عمل شي كمان بنفس الوقت فما بعرف ما بعرف يعني طلعنا بهذه الحلقة بعتقد اكتر لنحكي سواء انا وانت لا 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 شو بدي اقولك يعني نحنا على جروبيت واتساب انا واصحابك كل الوقت عم نحكي انه طب وبعدين شو فينا نعمل يعني انا مثلا اليوم على انستجرام طيب اوكي عم بنازل ستوري وارا ستوري بس لا مين لا كيف لا ليش يعني مين راح مين عم بيسمعني اكيد السوشل ميديا كان عنده تأثير كتير كبير على الاحداث اللي صارت بفلسطين لنخلي الصورة توضح عند الغرب انما كمان حتى هايدي انا تخطيتها انا ما بقى فرقاني معي شو مين كيف فهمين ليش انا بدي بس هايدي الشي اللي عم بيصير يوقف كيف بيوقف ما حدا عم بيعرف عرفت علي كيف برجع بقليك غنوة برجع بقليك هو مش موضوع انا مني وبحكي وبحكي باسمك انا مأكد ما منفهم سياسي انا ما بفهم مين البلش والبادي اظلم وهني بلش ونحنا بلشنا هيدي اردنا لا مش اردنا بغض النظر عن كل هو انا ما عم بحكي عن كل هو عم بحكي عن الانسان عن الانسانية وعن الناس البريقة اللي عم بتموت بس بغض النظر عن الأسباب شو ما كانت الأسباب شو ما كانت المجازر حتى لو كانت حرب واللي هي قبشع شي بالدنيا الحرب حتى بالحرب ما بيصير اللي عم بيصير اليوم لأنه حتى بالحرب في احترام للبشر يلي ما خصه للمدنيين العزل يلي ما خصه وهيدا شي ما عم بيصير بهيد الحرب بتحديداً بهي المجدر اللي عم بتصير تحديداً وأنا بس كنت بدي أقول لك أنه قد يكون الحدث اللي صار بجنوب لبنان مع الصحفية حدث كتير أثار فيه يمكن لأنه أنا من الدمان إذا بدك يعني بعرف قديش عمل الصحافة عمل جداً صعب وبيطلب يعني جرء أو أنه يكون على الأرض بوقت حرب وعيسام عبدالله صراحة أنا ما كنت بعرف عنه قبل الاستهداف على الصحفية إنما تعرفت على عيسام عبدالله من بعد ما استشهد وعرفت قديش كتار من اللي حوالي كانوا بيعرفوه قديش كان مثابر بالشغله وقديش كان يعني بعده بربيع عمره مثل ما منقوله بعد الحياة قدامه وبتلبق له حتى الأرقام الكبيرة اللي عم تجينا من غزة من العالم اللي عم تستشهد منهم مجرد أرقام عن جد إنه منهم مجرد أرقام كل شخص من هول اللي استشهدوا عندهم قصة عندهم عائلة عندهم عالم بتحبه عندهم أحلام عندهم أشغال تعبوا ودرسوا وربوا كرميل تروح حياتهم هيك بلحظة عم نشوف عالم كتير عم بتستشهد يعني الأم الولد البي الخال العم ما بعرف ما بعرف شو بعد بينقال أكتر من هيك أكتر من إنه ياريت عن جد نقدر نوعا بكرة الصبح نشوف إنه هيدا كله خلص لأنه فعلا كابوس فعلا كابوس يعني بتعرفي بتعرفي غنوة في حد هلأ اللي عنك قلت إنه إن شاء الله بكرة نوعا يكون خلص هالكابوس في حدها كاتب شي كتير أثر فيه مش رح لقيها هلأ بس بما معناه إنه مبارح بعد ما صارت مجزرة المستشفى في حدها كاتب خايف نام وقوعة وما يكون صار شي وما يكون حدا تحرك وما يكون حدا حكي وما يكون حدا استنكر غير على الإنترنت وهيك صار وعينها ما صار شي هلأ ما بعرف إذا لوقت ما تطلع هيدا الحلقة بالزيد بيكون صار شي بس إنه نحنا نهار الأربعة بتمام الساعة الخمسة وربع بتوقيت بيروت لهلأ هيدا الشيء كتير ذكرني هيدا الشيء كتير ذكرني ما علي بطير ربطهم ببعضهم بأنه ما خصهم ببعض كتير ذكرني بتفجير المرفأ وبكتير إشياء صايرة بلبنان بس مجزرة المرفأ يلي صارت بلبنان المجرم واحد ويلي وعينها المجرم واحد بس إنه اللي وعينها كل يوم وما صار شي ولا العالم تحرك ولا حدا قال إنه مات هالقد ناس وخلص وكفينا ومنكمل باللي بقيه وراحت هالبشرية كلها نفس الشيء هلأ عم بيصير وهيدا شيء كتير بشيع إنه عم نرجع نشهد على مجزرة راح فيها 800 شهيد وأكتر وما رح يصير شي حتى لو صار شو بده يصير ما بعرف تسوية سياسية يقسموا بين بعضهم أراضيهم وقت أفر تخلص إسرائيل تخلص فلسطين شو ما صار راحوا 800 شهيد مبارح بس وصار رايح ما بعرف كم ألف ولد وكم ألف مره وكم ألف مدني ما خصوا برجع بقلك لو ناس خصة لو عم يقصفوا ما بعرف الناس يلي عم تقصف عليهم يصطفلوا يدبروا بعضهم بس ناس عم بتموت عزل ما خصة أنا هيدا الولد اللي حطيته مبارح على ستوري غنوة ما عم بمزح عفكرة انتبهت عفكرة انتبهت أنه I think أنه الفيديويات اللي أكتر شي أثروا فيي هنا أكتر فيديويات أثروا فيك يعني الخي وإخته سوسوا بالمستشفى أنا مش معقولة سوسوا وعمر سوسوا وعمر لو فيني شوفهم هلأ بس ببوسهم أنا هيدا الفيديو هيدا الفيديو اللي كمان نزلته تبع الولد اللي اللي خايفانه كان عم بيرجف من الانفجار صح هيدا عيونه لهيدا الصبي اللي ما شاف يشوف كيف فيه إنسان يتطلع بعيونه وقدي في خوف بعيونه هيدا الولد اللي عمره يمكن ثلاثة أو أربع سنين ماكسيموم وما يتحرك أو ما يحس بده يتحرك ما بعرف ما بعرف وحيات الله ما بعرف وين نحنا وين صرنا قال لي فهد المخرج كتب يمكن نهاية العالم هيك بتكون إنه العالم يموت وفي عالم تاني ساكت عن الموضوع نحنا آه اليوم الناس عم بتموت والعالم كله ساكت ولا كأنهم بشر قيل عن الفلسطينيين معلاش رحقولها متل ما هي قيل عنهم حيوانات بشرية هيك الناس مش بس فلسطين هيك الناس شايفين يمكن العرب كلهم شايفيننا حيوانات بشرية مش كتير مش كتير علينا نموت عادي أزمتنا مبارح كمان باللال ما بعرف إذا شفتي مقابلة باسم يوسف مع بيرس مورغن بليزيا اللي ما شايفة عن جدي يفوت يشوفها أكيد يمكن ما رح يسمعني بحياته باسم يوسف بس إذا في حال إجاج النهار وسمعنا بهالحلقة أنت بطل بكلمة للكلمة من معنى لأنه فالشي تلي خلقي ولو واحد بالمية الطريقة اللي حكي فيها الأسلوب اللي حكي فيه فكرة أنه عرف يعمل حوار لدرجة أنه خلى بيرس مورغن شخصياً يشبه إسرائيل بآيزيس أو ب يعني بداعش قدر يشبه إسرائيل بداعش بكل هيكي بكل سهولة بحديثه أنت بطل أنك قلت هيدا الشي على تليفزيون نفسه يلي عم بيجرب أنه يلغي هيد الحقيقة من العالم الميديا اليوم كتير خطيرة وفكرة أنه الناس ساكتي ومخدرة وما عم تتصرف كتير خطيرة وهيدا الشي جداً جداً خطير ما بعرف صراحة لأي متى بيكفي بس كل الناس اللي بيسأله اللي بتفهم بتقل لي أنه مكفة وكتير فما بعرف لوين بعض واصلين صراحة شو حابب هيسم يعني عن جداً هذه الحلقة رح تكون كتير مختصرة أول شي كرميل ما نغيب عنكن كرميل يعني ما بعرف نعمل أقل شي منقدر نعمله كرميل ما بعرف عن جداً ما بعرف إذا 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 إنتوا حاسين معنا أنا متأكدة أنه إنتوا حاسين معنا وأنتوا بتعرف شو يعني ما نقدر نحكي شي أنا و هيسم وما نقدر أصلاً نطلع بحلقة طبيعية من أول شي بمصور كأنه ما في شي رح أقول أنا كلمتي الأخيرة قبل ما أنت تقول كلمتك الأخيرة قبل كلمتك بس قبل كلمتك الأخيرة بشكل كتير سريع في شي كمان كتب كتبته دينا حمزة وكتير أسر فيه حطيته كمان ما بعرف بعتقد ريتي إنه في صور من بعض اللي عم نعيش ونحنا اليوم مستحيل تتركنا ومستحيل تترك راسنا وبدي أولى معلاش لحتى اللي مش مذكر الصور عن جد تضل طلاح ودل تيجي بنوم ودلوا يتذكرها مش كرمال شي ولا كرمال الهدم الصحة النفسية وبعتذر عن جد وردة بس لحتى بس أقول إنه عن جد ما تنسوا يا جماعة الصور اللي مستحيل ننسيها هو الجسس الفلسطينية اللي عم تنحط ب آيس كريم تراكس أو شاحنات للآيس كريم لأنه ما في صح لأنه ما في بردات بالمستشفى تكفي صورة تانية للبي اللي حاملوا أولاده اتنينهم بكياس شقف أولاده حاططهم بكياس وفايت فيهم على المستشفى وهن شقف مجرد شقف منه الناس حتى وفايت فيهم على المستشفى محمد الدري اللي قتل على التليفزيون مباشرة هو عم يتصور حد بيه الإسرائيلي هنه وعم بيغنه بكرة ما في مدرسة بيغزة لأنه أصلا بطل فيه أولاد الدكاتري اللي عم يعملوا مؤتمر صحفي فوق الجسس حطين جسس حدن وعم يعملوا مؤتمر صحفي للعالم ليقولوا للناس بطل في ناس عايشة بفلسطين بليز عملوا شي يتحركه حدا يتحرك هي أرضنا وبدنا نضل فيها وكتير صور تانية حكيت عنهم دينا وأنا رح زيد عليهم معلاش كمان بدي أرجع أجماعة بدي زيد عليهم صورة المرفق عم يتفجر وقول أنه لا ما لازم ننسى في بشر عم بتموت والعالم ما عم يتحرك لأنه شيفنا رخاص ونحن للأسف وصلنا لمرحلة اللي بلشنا كعرب نشوف بعضنا رخاص ونشوف أنه عادي إذا فلسطين مات عادي إذا لبناني مات هو مجرد رأم نحن مش مجرد رأم وعن جد يمكن يمكن صوتنا ما يوصل للعالم بس على اللي اللي بيوصل لبعضنا فلكل العرب اللي عم يسمعوا نحن مش أرقام ولأ ما في حدا رخيص لدرجة أنه عادي يموت فما بعرف إذا حدا لازم يعمل شي أولي أنا بختم حلقتنا على أمل أنه الأسبوع المقبل نقدر ما بعرف إذا فينا نرجع لأول شي بمصوار اللي اعتدته عليه واللي نحن أنا وهيسا ما اعتدنا عليه صراحة هيدا المنفذ اللي لطالة ما اعتبرنا المنفذ لنحكي اللي بقلبنا واللي عبالنا ولا نضحك سوى ونمزح سوى ونحس حالنا هيك كلنا سوى قاعدين بجمعة أصحاب إنما بعتقد أنه هل اليوم بهذه الحلقة بزيت أول شي بمصوار عم بيجسد عدد كل الأصدقاء إن كان بلبنان بفلسطين بكل البلدين العربية وحول العالم أنا بنهاية هيدا الحلقة بدي أقول القدس لنا والبيت لنا وبأيدينا سنعيد بها القدس فلسطين للفلسطينية مبارح اليوم وبكرة ما حدا رح يغير هيدا الفكرة من رأسنا وما حدا رح يغير هيدا الصورة من رأسنا وماشي من اللي عم بيصير رح يكثر من عزيمتنا أو عزيمة الفلسطينية من إنه يسترجعوا أرضهم وحريتهم وأنا لأبطال فلسطين ولكل بطل بكل العالم العربي عم بيجرب عن جد إنه يحافظ على أرضه ويضلوا على أرضه الله رح ينصرك وبيقول لهم بس استودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه وحسبي الله ونعم الوكيل بكل شي عم بيصير رحمي مرتين لكل شهد فلسطين الأبطال وبيدي أرجع معاليش إشمل لكل شهيد عربي عم بيموت بس لأنه ويضلوا بأرضه وهيدا كل زنب وبالحياة فمرسي غنو على الحلقة يلي يمكن طلعت شوي من اللي عم نحسه من جواتنا شوي أنجا ومتل ما قلت إن شاء الله عن جد نقدر الأسبوع الجاي أو اللي بعد وما بعرف نكون يمكن وعينا وخلص هالكابوس بس خلص بنصر بإذن الله ونكفي أول شي بمصوار بفرح وسعادة إن شاء الله ملتقينا الأسبوع المقبل صراحة نحن في حلقة مسجلة خالصة ما خصة بولا شي لأنه تسجل تقبل الأحداث بغزة ما بعرف إذا إلا نصيب تطلع الأسبوع المقبل ولا بعد بدنا نأجلها رح نشوف حسب الوضع أكيد بس حلقة بلا طعمة من أكيد تأليف هاي سمكانت هالحلقة ملتقينا الأسبوع المقبل إن شاء الله إن شاء الله بأخبار أفرح من هيك صراحة فيكن تسمعوا أول شي بانصور على كل المنصات تبع البودكاست هيسم إن شاء الله عطولة قدر إليك شكراً لوجودك بحياتنا وبحيات كل اللي عم بيستمعوا لأول شي بانصور وإنتي كمان همو شكراً ثلاث ثلاث وان باي